اشتركوا في القناة الصحفي المصري علاء صادق تحدث عن الانفجارات التي وقعت في مصر تزامنا مع ذكرى الثورة قائلا انفجارات بالجملة وهم يدمرون القاهرة ويشيعون الفوضى ويشيعون الفوضى لكسر إرادة الشعب في الخامس والعشرين من يناير المؤكد أن حسن هيكل يقود العسكر الآن السعودي مطر الشمري أشاد بالثورة المصرية رغم كل ما رفقها من أحداث لقوله في تغريدة على تويتر أيضا ذكريات الخامس والعشرين من يناير ثورة أصيلة وفخر لكل عربي شريف ولكن ثورة شباب مصر سرقت منهم وستعود قريبا إن شاء الله والمجد للشهداء والأحرار الأردني حمزان شور استذكر بهذه المناسبة الوقع الأليم للدول العربية قائلا مصر تبكي وسوريا جريحة وعراق ممزق وفلسطين أسيرة عائلة عربية تعاني من التشرذم اشتركوا في القناة